السلام عليكم كديري لابس عليكم أموركم هنيان اتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحوال طيبة هذا الفيديو اللي بنات كنت صورته على أساس باش نزل لكم هاد المقاطع هادو في الفيديو اللي سبق ولكن للأسف نسيتهم الشي اللي خلاني حطت لكم الفيديو ناقص المهم كيف مما كتشوفو هني غادي ندير معاكم جولة في لاشومغ باش هكتشوفوها كديرا ونعطيكم هكا فكرة على الأتمينة في الدخلاء كتلقوا ذاك البلاكار صور هنا اياه كتلقوا اعزاكم الله اللي طوالت في هاد دوش كتلقوا لقناهم حطين فيه سابون حطين فيه لانجيت هادك اللي كتشوفوه اعزاكم الله يفين كيدير لمش طوالت ديالو ولاشومغ احنا اخديناها الربعة الناس انا ومولدار وبنيتي كتجي لاشومغ بحلقة كتجي كبيرة فيها ربعة ديال النموسيات كيف ما تيبين لكم وصراحة نقيية ومنكننا احنايا فيها كنشوفو الناس من انفوا كتخواشي شامبر سور بلاس كي يجيو كي يبدلوا الفراش كامل من الكويشات من الجزار التحتاني من الجوين كي يبدلوا كل شيء يبدلوا ومهم هذا الباقاج ديالنا ما تتوش عليه هنا يا بلاس القطيات الماكلة ديالو دوك اللعبات بشتي لعب ديالو والمهم ضروري جبت لي كل شيء توا ديالو عندي ثلاثة الوليدات ماشي جوج ومهم كينا واحد المرايا كيف ما شوفتو وكتلقوا عندكم واحد البالكون وعندو شريجيم وهاد شريجيم ديرين في ديك الشبكة على حسب هكا كف الليل كي يكون النموس ضروري حتى مع الشجر وهذا لا بيتحلو الشرجم كدوزوها وكين هنا هيا هاد البالكون هذا اولا هاد لطيراس هادي فيها كطبيلا لا بيتقلصوا العشياء وهادي يلا فيولين نملا شونبغ كطلوا هكا على الجبل واحد المنظر غزال بزف بزف وعفتوا واحد الكالم واحد الكالم في هنا يخطف هاد البلاصة هادي عادي كتسمعوا كي قلت لكم ديجا في الفيديو البارح ذاك الريح كي يحرك ذاك الشجيرات ذاك الطيور ذاك ذاك الزاق زاقات العصافير كيتان نقولوا واحد المنظر غزال عادي تزعملو حي عينك كتراح العين واحد تشوفها زبينة وفي الواقع نشوفها في الواقع احسن كتير من هكا من الفيديو هادي كانت هكا هي لا شونبغ تبارك الله كي قلت لكم كبيرة ونقية واللي اجبني بزف نقية 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 بزف لا شونبغ واحد المتتبعة كانت قلت ليا عافك سوري ليا القط والقط هو هذا بقي صغير كنا جبنا هديك الساعة عندو شهرين ونصده عندو تقريبا واحد علينا ربع شهور وهذا اسمينا سكاي اسموه البنات حيث اللونج اسموه سكاي من الفصيلة ديال السيامي هذا هو ما المعلومات وعندي يتكر مشاغب لأقصى درجة بالنسبة للمعلومات البنات ديال الشومبغ انا صورت لكم كل شيء هوا هنا كي الايواء بربعمية درهم كي لا كليمي لابغيتو كتخلصوا خمسين درهم هوا في كل شيء المعلومات كانين هنا يا الثمانية دليل كي حبسوا العمان الغيستوكة تكون محلولة من تسعود الصباح تلت 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 تلعشية في الصيف وفي أبرصيف كي يصدوا مع الثمانية دليل الشياء غير باش نكون معكم البنات صريحة احنا مخلصناش 400 درهم بحكم احنا يجي كليون ديالهم يعني ماشي اول مرة ولا تاني مرة دائما كنمشوا عندهم خلاولينا غيب 300 درهم واصلا في هذا الازمة راهي لانيقوسيتوا معهم راهي كونوا على يقين 300 درهم غادي تاخدوا بيها المهم سافي من بعد ما فترناها خرجناها كان عمو شوية وراه ديجا وريدكم لافولي عندكم غزالة من بعد سافي سالينا وما ديرين 12 باش تكيتة ولي شومبغ حنا خلاولينا لشومبغ النار كامل هذا النهار التاني قلصنا تا سالينا العمان سافي دخلنا دوشنا جمعنا الباقاج ديالنا عاجينا كان تغدو الغداء كان طاجين ليوم ديال المعزي وعفتويا البنات اللحم عندهم غزال مش هي تكون فيه لحم فتي هذا المعزي وكل العشوب المعزي اللي كيكون غالبية في السوق وكل هذا الشي الصناعي سافي دبا غدين مشي ان شاء الله يلا خرجنا احنا ما زالي من هنا يلا غندي ماري ان شاء الله صراحة ارتاحنا بزاف لوزنا واحد يومين كامل وكل حاولت وكل حاولت وقتطفات الناس لدينا صراحة تعملوا جيد ومعزنا وقررنا مرة مرة نجيوها تقريبا انا صورت لكم هنا كامل وقررنا 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 الانسان يتجان وقتطفات وقررنا لديك الليل في موبينات لديك القضيات كامل المسكات وهو يتسمع الشجار يتحرك وفي الصباح أو الطيور يأتي الانسان يهرب من صداع المدينة ويرتاح ويتصنطلع دامه وفي المنطج الثورة ومشينا الضراري غسلي ومدوشي وكل شيء سيضخل ومدوشي لذلك سوف تتبع في المنطج الخاص بك ومدوشي ومدوشي مع تطريق عليك ومدوشي مع تطريق أياه ومدوشي في المنطج خاصة ومدوشي في تطريق سوف تتبعك ومدوشي في المنطج الخاص بك إنها ممتازة لك تجد في الحساب إنسان يطلع برسح هذا المهم لما كنت قلت شيئا في الدار أو هذا كنت قلت تغلق في رأسكم وكيف ما قلت لكم في الفيديو ما قلت قدرت وعلومني دخلت للدار أبر دخلت خويت الباقاج أصلا أنا ديما تنقول لكم طريقتي مني كان نكون مسافرة دائما تبعني التنظيم يعني اللي لبسناها كان مني كان نحيدوها ما كترجعش للفاليز الحاجة اللي بتتزبن كتعز الأبر في البوشيت كندير بوشيتها هكا خاصة بالحويج اللي اللي خصومي تتزبنوا لذلك مني كان رجع للدار يمكن رجع شو ندير روينو هذا كان عارف اللي فاليز كيمشوا ديركت اللي شامبر على أساس ذلك الشيء اللي فيهم كل شيء غير تتخوه اللي تتخوه سأرى كل حاجة كتمشي بلاستها ديال بدواء كتمشي بلاستها فين دير الدواء اللي بخود بكل حاجة كتمشي بلاستها وحاجة الحويج اللي خصومي السابون راك يدخلوا ديركت الكوزينة باش كان لنصي لاماشين وفعل ذلك الشيء اللي قدرت أول حاجة بديت بها هي الحويج اللي هما الفط باش كنا كان نمسحوا حيث كانوا فازقين ولي ما يدبنته هما تصبنوا هما اللولين حيث ما كان فيهما نخلي حتى الغدلي مع فازقين غادي ديروا لي الرحة وهنايا غنخليكم مع صور ديال الطريق طريق غزالة مناظر غزالين غزالين بزاف 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 أكتوكي قلت لكم في الفيديو السابق هاد الطريق هادي ديال البرادز او الا وادي الجنة في هاداك ميكس ديال داك الحجر او الا الصخورة فيهم داك النحت وهذا النخلي اعطى واحد للجمالية غزالة بزاف سبحان الخالق وكان نعود نقول لكم راه مباشرة احسن بكثير من الفيديو يعني هنا يتنصور لكم دياجا كينزاج ديال الطوموبيل وعاد الكاميرا رهما ما كتوصلش الصورة كما هي المهم غنقول لكم البنات شكرا لكم بزاف شكرا على التفاعل ديالكم شكرا على التعليقات ديالكم الزوينة اللي كدتل على المستوى الراقي ديالكم اللي يخطتكم عليها شكرا كدتسولوا فيها كل وحدة بالاسم ديالها سواء اللي كتبات الكومنتر سواء اللي مكتباتوش سواء اللي دارت الجام ولا اللي دارت التسلايك شكرا لكم بزاف بزاف اللي كتتاخدوا من وقتكم وكتغسوا وكتفرجوا في الفيديو باردان ديالي هلي خطيكم ولي بغيت نقول لكم بزاف سولتوني على سبعي كيف يبقى الحمد لله هاد المشية ديالله بيسين فادتني اكتر داك الكلور يبس لي هاديك الحرقة داك الجلده قصاح تكون لها للفوق ومن بعد دا براه الله بس الحمد لله فيديو جي ان شاء الله غادي نوري لكم تقريبا كأنها نقولوا برات اه خصغير داك الجلده من الفوق تنود وان شاء الله غاي ولي كوشي بخير وعلا خير وبيافين كذلك بيافين عاونتني بزاف كانت شحال بيافين وانا تنقلب عليها كانت مقطوعة ودب الحمد لله القناف الفارماسي هني يا لبنات غادي نقول لكم مسلام عليكم طلوا فرصكم خليتكم في امان الله